موسيقى تكلفة الفساد كبيرة على المواطن وعلى الدولة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية وبيحصد لبنان بحسب مؤشر الشاففية الدولية درجة 28 عالمية للسنة السبعة للتوالي وبيحتل المرتبة 137 عالميا من أصل 180 دولة شمال المؤشر وبيحل بالمرتبة 13 من أصل 18 دولة عربية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتكزت الدراسة على استفتة تم إجراءه على عينة من المواطنين عبروا فيه عن نسب تمركز الفساد بحسب رأيهم وبالنتيجة حل أعضاء المجلس النيابي والمسؤولين الحكوميين بالمرتبتين الأولى والتانية بنسبة الفساد مع 44% يتبعون رؤسة الجمهورية والحكومات مع 39% رجال الأعمال بنسبة 37% وبتحتل الجمعية الخيرية نسبة 28% والقضاط 27% من قال أن كل هذه الأرقام قابلة للانخفاض بحال وجود الإرادة وقضاء مستقل بحسب المرتكبين؟ أنا قال شوفكم بكرا